موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجد التحيال حضراتكم مرة أخرى في هذا البرنامج نعم أستطيع في أهل حلقة 152 من هذا البرنامج وسوف نتحدث اليوم عن فضل كلمة لا إله إلا الله فقد قال الحق جل وعلا في معكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقبل الذكر الكثير أقدم لكم هدية من كلام الباري في حديث كدسي استوقف أهل العلم عليه حتى إن بعضهم فضلوا على سائر الأحاديث وقلفت فيهم مصنفات ووصفات يقول الواحد الأحد جل في علاه وإذا قال فليسقط القائلون وإذا تحدث فلا يتحدث المتحدثون فكلامه سبحانه وتعالى الفصل ليس بالهزل يقول الحق جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء اللهم إنا نظن أنك رحمن رحيم فارحمنا وأنك تغفر الزنوب فاغفر الزنوبنا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء علق الحافظ بن القيم وغيره من ظن أن الله يرحم رحمه ومن ظن أن الله يغفر غفر له ومن ظن أن الله كريم تجاوز عنه وبالمقابل من ظن في الله ظن السوء فعليه دائرة السوء من ظن أن الله لا يرحم ولا يغفر ولا يتوب على من تاب فالله لا يرحمه ولن يقبله ولن يعطقه من النار أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ولم لو يكن في هذا المعنى لكفاه فإن قوله سبحانه وتعالى أنا معه إذا ذكرني فإنها معية لأوليائه من الحب والعون والمراقبة والحفظ والرعاية فنسأل الله أن يكون معنا بحفظه ورعايته وتوفيقه فإنه مع أوليائه الزاكرين له سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فالحي هو الذي يذكر الله والميت هو الذي يغفل عن ذكره سبحانه وتعالى قال وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي يعني من ذكر الله في تزبيح خص به ملازما لنفسه ولم يذكره في مجلس ذكرته في نفسي فلله نفس طليق بجلاله سبحانه وتعالى وذكر الله للعبد الرحمة والتوبة والإنابة جزاء لحسن الاستجابة قال وإن ذكرني في ملأ أي في جمع ذكرته في ملأ هو خير منه حق على الله أحقه على نفسي أنه من شر في المجلس بذكر الله ذكره الله في مجلس هو خير منه في الملأ الأعلى وقد قال العالم الجليل غفر الله له شيخ الإسلام رحمه الله قال شبه إجمع بين أهل العلم إن أفضل عمل ذكره سبحانه وتعالى أخرج الإمام مسلم فيه صحيحي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان جمدان يعني جبلا بعيدا عن الجبال منفردا لذاته ولم يكن مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال سبق من أمتي المفردون سبق جميع الناس سبق الصائمين والقائمين والمنفقين والمتصدقين والمجاهدين لا يزبقهم أحد قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المفردون قال الزاكرون الله تعالى كثيرا والزاكرات لا يزبقهم أحد قال أبو الدرداء الزاكرون يدخلون الجنة وهم يضحكون حتى قالوا لأبي مسلم الخرساني أجنون بك وهو يذكر الله تعالى كثيرا قال هذا دواء المجانين ويقول سدن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم ألا أنبئكم ألا أغبركم على إي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم على خير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الزهب والورق أي الفضة وخير لكم من أن طلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا بلى يا رسول الله قال زكر الله لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله يغفر بها زنبي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك ومن الذي غداك من نعمائه ومن القروب جميعها أنجاك ومن الذي بالعقل قد حلاك ومن الذي باللطف قد أحياك ومن الذي شق العون فأبصرت ومن الذي تعصي ويغفر دائما ومن الذي تنسى ولا ينسى كإله مع الله قولوا لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال بعض المفسرون أن تذكره حيا وترحالا ليلا ونهارا صيفا وشتاء في صحتك وسقمك أي مرضك قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وكعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار وقال في الدعاء بجنبه أو قاعدا أو قائما فلماذا زكر الزكر فقال قياما وكعودا على جنوبهم ولماذا زكر الدعاء فبدأ بالاتجاع ثم القعودة ثم القيام قال بعض أهل العلم لأن الداعي من بأس وهو المريض أول ما يبدأ به المرض يوطيه فراشا فيكون متجعا أي نائما فيبدأ يدعو ربه فيشافيه فيجلس فيدعو ربه فيشافيه فيقوم وأما الزاكر فالأصل فيه أنه قائم فيذكر الله فإذا تعب جلس فيذكر الله فإذا أتى ينام فيذكر الله فذكر الله معه قائما وقاعدا وجالسا بالله عليكم من أعظم أذكر غير الواحد الأحد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال مالك ابن دينار والله إني أعلم متى يذكرني ربي قالوا متى؟ قال إذا ذكرته سبحانه وفي حديث موسى عليه السلام أوحى الله إلى موسى عليه السلام فقال له يا موسى أما تحب أن أسكن معك في بيتك أما تحب أن أسكن معك في بيتك فعجب موسى وخر لله ساجدا قال يا رب كيف أن تسكن معي في بيتي فقال له يا موسى أما علمت أني جليس من زكرني وحيث من التمسني عبدي وجدني وفي حديث موسى أيضا عليه السلام قال موسى يا رب علمني شيئا أسكرك به وأدعوك به فقال له يا موسى كن لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله يعني المؤمنين فقال له يا موسى لو أن السماوات السبع في كفة والأراضين السبع في كفة كفة الميزان يعني ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وفي الترمزي إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر على الأرض قال الله في السماء على العرش صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود الحديث مرة أخرى مع الإعلامية ندب السوني والسلام عليكم ورحمة الله